بسم الله الرحمن الرحيم اهلا وسلام متابعين يا رب تكونوا كويسينوا بصحة جيدة معكم من الصفاء قناة يوتيوب للي بيسمعنا الاول مرة وعجب الفيديو ما ينساش اشترك ويفعل القرس كي يصلوا كل محتوى القناة اهب اعرفوا برضو للي بيسمعنا الاول مرة ان في قناة ثانية اسمع يوتيوب معرفة يمكنكم نصولوا لي عن طريف فتح قناة يوتيوب افتحوا هذه القناة اسفل الفيديوهات ستجدوا القناة الثانية بالقناة بنزل فيهم موضوعات ووضعيات ادماجية وانشاءات اشترك وفعل الجرس ما تبخلش علينا باللايك انا عارف انتم ما بتعملوش اللايك ولكن هو ثانية واحدة مش هيكمل معاك ثاني في الضغط على اللايك اه طالما بيعجبك الفيديو انا لا اعلم لماذا لم تقوموا بوضع او الضغط على اللايك طالما انت بتستفاد اعملنا اللايك اه اه دعم لنا ومساندتنا تسندنا اللايك بيخلي الفيديو يترفع والناس كلها تشوف الفيديو يعني انت تستفيد وغيرك يستفيد اليوم وضعية ادماجية عن العلم حواري توجيهي لسنة تانية متوسط اه في موجودة في وضعيات كثيرة عن العلم موجودة في القناة وتعبير عن العلم نزلت اه كثير من التعبير والوضعيات عن العلم اه شوفوه اه ابحثوا عنه وتجدوا ان شاء الله تستفيدوا منه اه واليوم التعبير عن العلم حواري توجيه والسياق في نهاية حصة العلوم الفيزيائية كلفكم الاستاذ اه بصنع دارة كهربائية لتشغيل اكثر من مصباح وقبل يوم من التسليم المشروع لاحظت ان زميلك متوتر وقلق فسألته عن السبب فاخبارك بانه جرب صنع الدارة او الدائرة اكثر من مرة لكن كل محاولته لم تنجح في اشغال المصابيح فتخلى عن المشروع وبدأ يفكر في سبب يبرر للاستاذ عدم صنع دارة كهربائية فاردت ان تبين له ان التجربة اساس العلوم فاردت ان تبين له ان التجربة اساس العلوم وان اليأس عدو النجاح وان اليأس عدو النجاح ندخل كده على كل ده السياق هندخل على التعليم حاور زميلك وانصحه بعدم الركود لليأس وبين له ان طلب العلم يحتاج الى الصبر وان الفشل اول خطوات النجاح موظفا ما تراه مناسبا من مكتسباتك يعني هنحاور يعني حوار وانصحه توجيه حوار والنصح يبقى توجيه حواري توجيه هنتكلم عن العلم يعني مبين له ان طلب العلم يحتاج للصبر والفشل اول خطوات النجاح هنوظف اللي اخذناه على مدار يعني على مدار الفصل بتاعكم اللي خدته في اللي تراه مناسبا وليس كل اللي اخذته توظفوه ممكن بعضا منه ندخل كده على الوضعية اللي انا كتبتها مقدمة في حصة العلوم الفيزيائية كلفنا الاستاذ بسنع ضارة كهربائية لتشغيل اكثر من مصباح ولكن صديقي احمد فشلت محاولاته وصابه اليأس فنصحته كده المقدمة صلاة الصدور اخذت المقدمة كده من السياق اخذتها من السياق يعني جزء منها اخذته يعني مش كل السياق اخذت جزء من السياق ووضعته في المقدم العرض قلت يا احمد جرب مرة اخرى ولا تيأس قال لقد جربت اكثر من مرة ولكن فشلت واصابني اليأس ولكن فشلت واصابني اليأس قلت ان جميع الاكتشافات والاختراعات العلمية من وسائل نقل واجهزة كهربائية ومنزلية وادوية لم تأتي بالصدفة لم تأتي بالصدفة ولكن تعب العلماء كثيرا وسهروا الليالي من اجل تحقيق المنفعة للبشرية ولقد جربوا التجربة اكثر من مرة ولم ينجحوا في بداية الامر ولكن بالاسرار والعزيمة والارادة وصلوا الى النجاح الباهر فمن اراد العلا سهر الليالي يا صديقي الفشل اول خطوات النجاح الفشل اول خطوات النجاح اول خطوات النجاح فعليك بالصبر واقضي على اليأس واشتهد ولا تستسلم ولا تستسلم وتيأس ولا تستسلم وتيأس كما تصل الى تيأس كي عفوا كي تصل الى النجاح والتفوق وتبني مستقبلك وتبني مستقبلك المشرق وتسعد اهلك وتسعد اهلك وتخدم وطنك تساعد اهلك وتخدم وطنك الختمة اترك كده بياض اجعل نجاحك هدفك دائما في الحياة اجعل نجاحك هدفك دائما في الحياة انهيت الوضعية حوار وتوجيه حوار وتوجيه في النهاية نصحت النصيحة في نهاية الوضعية اجعل نجاحك هدفك دائما في الحياة اجعل نجاحك هدفك دائما في الحياة اقضي على اليأس واشتهد بكلها توجيه امر واقضي على اليأس نصائحه يعني ورشدات واقضي على اليأس واشتهد ولا تستسلم وتيأس ولا تستسلم ولا تيأس هنا ولا تستسلم ولا تيأس هنا ممكن نجعله هنا اكتبها ولا تستسلم ولا تيأس ولا تيأس كي تصل الى النجاح والتفوق وتبني مستقبلت المشروع حوار قال وقلته مؤشرات النمط الحواري قال وقلته الختام جعلتها نصيحة رب الفيديو أعجبكم أشكركم على حسن الاستماع لا تنسوا اللايك لا تنسوا اللايك والكومنت الحلو للقناة واشتراك لا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس لانك لو اشتركت بدون تفعيل الجرس كأنك لم تشترك فانت تحاول تسعدنا وتدعمنا وترفع الفيديو وترفع القناة باللي بابونه كله الى مع السلام أراكم بالفيديوات القادمة إن شاء الله واترككم في رعاية الله وحفظي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر